اه بسم الله يا ابو اللي ابن الروح قدس للواحد امين كل سنة حركة طيبين عيد النيروز احنا بنعمة ربنا كنا المرة اللي فاتت وصلنا اه للآية رقم خمستاشر من الاصح الاثنين وخمسين من سفر اشعي الآية رقم خمستاشر وكان التعبير بتاعها هكذا ينضح امما كثيرين الحقيقة قبل ما اكمل الجزء اللي جاي لانه مهم جدا حابب اراجع معاكو فكرة سريعة عن التسليس والتوحيد كمقدمة للجزء اللي جاي لانه في الحقيقة كتير من الناس لما هيقروا عن المسيح او الاله المتجسد هيجي لهم نوع من انواع الحيرة انه انتو بتقولوا ازاي ده ربنا وموجود على الارض وبعدين هيجبر وبعدين هيتعذب وبعدين هيشيل خطيانا وايه علاقة ده بالقاب فانا حابب ادي فكرة على بعض كده ربنا يدينا نعمة وبعدين نخش على الموضوع ايمان المسيحي معتمد على اعلانات ربنا لينا تاني ايمان المسيحي معتمد على ايه اعلانات ربنا لينا يعني محدش فينا بيبص ربنا كده ويقول يا رب هو انت يعني تدي على ايه مفيش حد فينا بيعمل كده احنا ايماننا مبني على ما اعلان الله لينا من العهد القديم يعني احنا من العهد القديم وعارفين اننا نؤمن باله واحد حتى في قانون ايماننا نقول بالحقيقة نؤمن بايه باله واحد وبالتالي قصة دي محسومة من العهد القديم لانه ربنا لما ظهر لموسى في الرؤية على الجبل لما النار اشتعلت في في شجرة العلية وقال له روح كلم ملك مصر على انه يخرج شعبي قال له طب اقول له مين قال له اهيى الذي هو اهيى او يهوى او الازلي والابدي والموجود الاله الواحد عشان كده من زمان ربنا يقول لشعب اسرائيل ويقول لنا اسبع يا اسرائيل الرب الهك رب ايه او اله ايه واحد فنحن بالحقيقة نؤمن باله واحد لكن اللي حصل ايه الحقيقة رغم ان احنا بنؤمن باله واحد لكن ده ما لغاش انه من العهد القديم فيه اشارة لانه جوه الاله الواحد ده فيه اقنيم او فيه صفات معينة يعني نسمع مثلا عن الروح القدس فنلاقي في سفر ايوب يقول روح الرب صنعاني يبقى فيه يهوى وفيه اله واحد وفيه في نفس الوقت ايه روح الرب والكلام كان واضح قبل خلقة البشرية لما كان بيتقال في كتاب سفر التكوين كانت الارض خريبة وخالية وروح الرب يرف على ايه فرغم ان فيه اله واحد لكن فيه روح الرب او الروح القدس او روح ربنا مصدر الحياة واللي نفخ في التراب فجابل الادم نفسا حي ونلاقي برضو انه في العهد القديم فيه اشارة لابن الله فمثلا في سفر الامثال يتكلم سليمان الحكيم عن اللي عنده القدرة على كل شيء اللي بيسبت زوايا الارض واللي بيجمع الريح فيه حفنتيه واحد يقول يسبت زوايا الارض الارض ليه زوايا يا جماعة ده تعبير شعري مجازي يعني عشان بس احنا عارفين خدنا في العربي زمان الحاجات دي ومعرفش الناس لما بتيجي تقرأ الحاجات دي بتنسى ليه لكن انا حابب اقول ده تعبير مجازي يعني زوايا الارض وسبت الارض وجمع الريح في حفنتيه وفيه حد بيشير الريح في حفنتيه ده تعبير عشان يؤكد ليه السلطان تعبير مجازي اخدنا كناية في العربي زمان يعني بس هو الناس لما بتقرأ الايات بتنسى الكنية وبتنسى كل حاجة وبعدين يقول في الاخر ما اسمه وما اسم ابنه ان ايه ان عرفت ايه اسمه اسم ابنه كلام ده فين يا جماعة في العهد القديم في سفل امثال يعني الكلام ده لم يخترعوا المسيحيين عشان كده لما يوقف السيد المسيح له المجد قدام رئيس الكهنة قال له استحلفك بالاله الحي انت هو ابن المبارك انت المسيح انت ابن الله اللي هيظهر في الجسد فالمسيح رد عليه قال له ايه انت قلت ترجمة المزبوطة المزبوطة كما قلت وده اعلام من المسيح انه ايه انه ابن المبارك عشان كده ايه اللي حصل لما السيد المسيح رد على رئيس الكهنة وقال له كما قلت او از يسيد ها يقول لك شق هدوم وقال ما حاجاتنا بعد الى شهود مش محتاجين شهود ده هو هو قدامنا بيقول انه ابن ايه ابن المبارك ابن المبارك يعني المسيح يعني المساوي للآب في العهد الجديد اعلن لنا الله انه مش بس اله واحد ولكنه ايه مسلس الاقنيم ومش عايز حد ينزعج ما احنا البني ادم مننا نقدر نقول عليه ضمنيا كده كتشبيه يعني انه مسلس الاقنيم ما هو الانسان له جسد ودي صفة مهمة وله عقل وله روح والتلاتة مهمين لوجود الانسان تلاتة اساسين واحد يقول لي طب ما فيه انسان ما عندوش عقل انا بتكلم على الانسان الكامل الطبيعي يعني تقوليش واحد ما عندوش عقل واحد ما عندوش عقل مش هنعتبره انسان كامل مش ده الشيء الكامل يعني فالانسان موجود بجسده حي بروحه وناطق وعقل بعقله او بحكمته يعني والحقيقة ربنا كده ربنا هو الاب يهوى مصدر كل الاشياء وله حكمة وعقل بنسميها الابن وله روح قدس مصدر الحياة بنسميها ايه الروح القدس والتلاتة لاله ايه واحد فنحن نؤمن باله واحد ولكن الاله الواحد ده مسلس الاقانيم له صفات ذاتية وليه شغل جواه كده اه وتلاقي الابن او كلمة الله والروح القدس ازاي خرجوا من الاب احنا ما نعرفش قوي لكن بحسب ايماننا الابن اتولد من الاب منذ الازل والروح القدس انبسق من الاب فعندنا ااب مصدر الاشياء اتولد منه الابن منذ الازل وانبسق منه ايه واحد يقول لي يعني ازاي كلام ده صعب يا حبيبة ما تدقش نفسك شفت النار النار دي اول ما تشتعل يطلع منها حاجتين يطلع منها دوق ويطلع منها ايه حرار قادي الانبساق والولاد عشان راح نفسينا يعني النار في نفس اللحظة اللي بتطلع او بتتواجد يطلع منها حاجتين واضحين حرارة وايه ونور والاتنين مهمين ومرتبطين بايه بالنار وفي الاخر كل دول نار واحد مش كده ولا ايه فنحن نؤمن باله واحد ولكنه مسلس الاقانيم كلمة اقنوم يعني صفة اساسية او شخصية مستقلة اساسية يعني لها معنى لهوتي كده مش موضوعنا يعني انما خلي بال حضراتكم المسيح هو الله المتجسد والحقيقة المسيح اتولد ولادة تانية يعني الابن ابن الله ده مولود منذ الازل بمجرد ما كان فيه الاب في الوقت اللي كان فيه الاب كان فيه الاب وكان فيه ايه الروح القدس زي ما بيقى فيه نار فيه حرارة وفيه نور في نفس الوقت لكن في نفس الوقت الابن ده عشان يظهر لنا اتولد في زمن معين من العدر مريم خد جسد يبقى عندنا الابن اتولد كم مرة مرتين مرة من الاب منذ الازل دي مرتبطة بلهوته مرتبطة بقلهيته مرتبطة بالنار اللي خرج منها نور وخرج منها حرارة لكن في نفس الوقت الابن ده عشان يتجسد عمل ايه عمل ايه خد جسد من العدرة من حوالي 2017 سنة وده اللي حصل عشان عشان كده عندنا كم نوع من الولادة نوعين ولادة ازلية منذ الازل عشان كده بنقول مولود من الاب قبل كل لايه دهور دي ولادة ازلية تبع لهوته تبع ألوهيته مش هينفع يبقى في لحظة في الاب من غير حكمته ازاي ربنا يبقى موجود من غير ايه ينفع ينفع ربنا بدون تدبير او حكمة يبقى موجود هيا لا وبالتالي هو مولود معاه في اللحظة اللي كان موجود فيها او في الوقت اللي هو كان موجود فيه ده تعبير تقريبي لكن في نفس الوقت ده ما يلغيش انه خد من العدرة مريم جسد ايه من 2017 سنة لخطة الفداء عشان كده هتي بيكلم على عبدي الذي يعقل او الذي يعقل عبدي اللي هو المقصود بيه المسيح اللي خد جسد منين من العدرة فشبهنا في كل شيء فهنا بيكلم على ابن الله مش اللي ربنا تجوز وخلف لا ابن الله الولادة اللي من زمان عشان كده الكلام النهاردة هيبقى على المسيح اللي خد جسد وخد جسد بهدف ايه وعمل ايه وإحنا فهمنا عنه ايه ورفضناه ازاي وإيه اللي حصل بالزبط فالنهاردة بنتكلم على المسيح من ناحية ولادته الايه الزمنية في ملء الزمان مش كده فيه في ملء الزمان وقت معين من حوالي 2017 سنة العقل الالهي تجسد وأخذ من العذراء مريم ايه جسد شابهنا في كل شيء معادة الخطي وبقى هو النموذج بتاعنا يعني النموذج بتاعنا بقى هو المثال يقول لنا كده تعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب لو هو بس ربنا هنقوله نتعلم منك كزايدا انت ربنا واحنا بني قدمين لكن لإنه خد جسد هيورينا ازاي نتصرف بطريقة مظبوطة عشان كده تعبير عن المسية او عن المسيح هو الله الذي ظهر فيه في الجسد حبيت بس اقول المعلومة دي لان بعض الاشخاص ساعتي يبقى مش فاهم هو مولود وتولد وازاي عبدي وازاي الابن يتقال عليه في اللقطة هنا انه عبد القاب وده بيقلل منه لأ مقصود بيه في وضعه الايه اللي خد فيه تجسد وضعه الانساني الاله اللي اتحد بجسد عشان كده كتير من اخواتنا اللي مش بيفهموا ازاي ربنا يبقى انسان او يبقى بني ادم هو مش فاهم ان الاله خد جسد وظهر فيه جسد وبالمناسبة قبل ما ابتدي اسئلة ساعات بتتسئل لنا وردها بسيط قوي طب هو لما خد جسد وتزنق في الجسد ساب السماء فضية لا تعليق طبعا لا تعليق غير ان لو فيه شمس في عز الدهر النور ممكن يبقى في القوضة ومزنوق جوه القوضة وبنعمة ربنا في العالم اللي حوالينا يعني يعني وجود الشمس او وجود دوق الشمس في القوضة ما خلاش الشمس تبقى مزنوق في القوضة مش كده ولا ايه قرس الشمس ده على مسافات كبيرة وحجمه اكبر من الكرة الارضية الاف المرات وضوقه في كل حتة في المنطقة ولكن وجود دوء في القوضة ما خلاش أبدا أنه الدوء يبقى مزنوق جوه القوضة وده اللي حصل الله باتحاده بالجسد مش معنى كده أنه تزنق في الجسد لأنه ما للكل ولأنه لا يحوي شيء ولكنه ظهر لنا من خلال من خلال هذا الجسد ده عبدي أو ابن المبارك أو المسيح أو المسيح أو المخلص اللي بنتكلم عنه في آخر إصحار 52 وأول إصحح أو غالبية إصحح اللي هو الثلاثة وخمسين بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين من أجله يسد ملوك أفوههم لأنهم قد أبصروا ما لم يخبروا به وما لم يسمعوا فهموا بيكلم على إيه هنا بيكلم على المسيح له المجد اللي خد جسد وجه لأجل خلاص البشر وبدأوا ملوك كتير يسمعوا عنه ويفهموا عنه يعني كلنا مثلا سمعنا عن قصة المجوس وقصة مين هيرودس مش كده هيرودس لما قولوا المجوس وقالوا له احنا فيه نجم ظهر وبحسب جدنا النجم ده بيقول إن فيه ملك مشهور هيتولد هنا انزعج جدا لأنه فهم من كلام المجوس إنه الحقيقة فيه ولد في مكان معين هيتولد وهيبقى ملك ولما جاب الكهنة وسألهم قالوا له آه عندنا حاجة زي كده طب هتعملوا إيه هتدوروا على المكان لا ولا يشغلنا الفكرة دي مش هتشغلنا الفكرة دي لكن مين اللي شغلته الفكرة دي هيرودس رغم إنه تصرف غلط ورح قتل أبناء بيت لحم سنتين فما دون يعني يعني سنتين وانت نازل لكن الحقيقة مين اللي لقت إنه فيه خطورة على مملكته وفيه مشكلة على ملكه الأرض دي هيرودس بينما الكهنة اللي كانوا مفروض يتبعوا تعليم والنبوات وكان قال لحاجة يعملوها لما المجوس يكلموا عن نجم إنه يروحوا يتحققوا معاهم ما مش معقولة المجوس الناس الغرب اللي جايين من عند إيران ومن نواحي إيران هم اللي يروحوا يشوفوا فين الملك والكهنة اللي مفروض ينتظروا المسيح ما يدوروش لكن الحقيقة الواقع يقول غير كده إنه هم لا قالوا للناس حاجة ولا عملوا حاجة لكن الله لا يترك نفسه بلا شاهد ييجوا المجوس من أقاس الدنيا عشان يقولوا لهيرودس إنه هيتولد عندكو إيه ملك ملك نفس الكلام لما وقف المسيح قدام بيلاطوس كهنة ورؤساء الكهنة كلهم بيزقوا في حتة أتله ودموا علينا وعلى إيه أولادنا إصرار على إنه لازم نقلص من المسيح ده ولكن بيلاطوس رغم شره ورغم قسوته ورغم ظلمه إلا إنه لقت إنه هذا الإنسان إيه بريء لدرجة في الآخر سلم له من نفس البريئة وغسى الإيديه رغم إنك يا بيلاطوس إنسان ما انتش يعني نقدر نقول عليك حساس أو طيب أو عطفي أنت معروف عنك القسوة لكن قدام الظلم ده قررت تعمل إيه تغسل إيديك قيسوا على كده الملوك والأبطرة اللي جون بعد كده وبقوا مسيحيين يعني بعض الناس ما بتعرفش تقف عند التاريخ وتدرس كويس يعني الإمبراطورية الرومانية الوسانية موتت عدد كبير جدا من المسيحيين ويكفي وإحنا السنة دي دخلنا على سنة 1733 للشهداء إحنا بنحتفل بقلنا 1733 سنة على حكم ديقليديانوس أكتر إمبراطور كان عنيف مع المسيحيين وموت منهم ناس رغم كمية العنف وكمية الاضطهاد وكمية الناس اللي استشهدوا في فترة الحكم الروماني الوساني لكن في الآخر بنكتشف أن الله أعلن نفسه للإمبراطور يعني قسطنطين ووالدته الملكة إيه هلانة وبقوا مسيحيين يبقى هنا شفنا إزاي أنه ربنا بيشتغل حتى لو الكهنة ورؤساء الكهنة ما أموش بالشغل بتاعهم ربنا بيعمل إيه بيشتغل فيقول كده الوحي الإلهي بوضوح من أجله يسد ملوك أفوهاهم يعودوا سكتين مش عارفين يقولوا إيه حاجة عجيبة جدا وكان يعني بيلاطوس يقوله كده أما تجيب بشيء يعني ما ترد قول أي حاجة أنا مستغرب مستغرب أنك مش عايز تدافع عن نفسك وسيب نفسك تروح للموت شايف جوا حاجة بيلاطوس ده شايف أن الرجل ده بار وشفنا امراته لما شافت في رؤية وفي حلم وقال إياك وهذا البار ما تمدش إيدك على هذا البار ولكن قدام ضغط رؤساء الكهنة وقدام ضغط الشعب في الوقت ده سلمهم المسيح عشان يسلبوه هنبتدي مع بعض دلوقتي الإصحاح الثلاثة وخمسين واللي فيه أشعية بيتكلم بوضوح عن قصة الفداء والخلاص والحقيقة عايز أقول لحضراتكم على معلومة مهمة إنه مشكلة أكل آدم من الشجرة ما كانتش بس إنه هو عصى ربنا لما نرجع للنص في سفر التكوين نلاقي بعد خطية آدم وحوة يقول ربنا كده هو إذا الإنسان قد صار كواحدا إيه من عارفا الخير والشر يعني إيه اللي حصل للطبيعة الإنسانية طبيعة بازط حصل لها لغبطة حصل لها مشاكل فبعد ما كانت كل اللي تعرفه الخير وتعرف الشيء اللي يقول عليه ربنا أصبحت دلوقتي ممكن تميل لإيه للعسيان وكانت هنا المشكلة فالجميع زاغوا وفسدوا ليس من يعمل صلاحا ليس ولا إيه ولا واحد كل الناس عندها ضعفات وكل الناس عندها أخطاء وكل الناس الروح يشتهد ضد الجسد والجسد ضد إيه الطبيعة بازط الطبيعة بازط وبقى من المستحيل إن الإنسان يعرف يصلح نفسه حتى الأنبياء شفنا في الكتاب المقدس أخطاءهم وعلى فكرة لو الكتاب المقدس بتاعنا محرف ما كناش أظهرنا أخطاءهم ولا إيه رايكو يعني كانت أول حاجة تتشال لو إحنا عايزين نشيل ونحط يعني كان أول حاجة شلناها إيه بقى ده إحنا كنا طلعنا موسى النبي ده ما حصلش لا تعصب ولا أتى للمصر ولا حاجة وكنا طلعنا يعقوب أبو إسرائيل أبو الأباء ده سوبرمان بقى سوبرمان ده بتنور ورسه بتنور مش كده كنا طلعناهم ما حصلوش لكن الحال إن ده كلام ربنا وبيسكل الحقيقة فكل واحد خد حقيقته تصرفاته الإيجابية والسلبي حتى الأنبياء لم يخلوا من الأخطاء وحكم الخطية واضح أن أجرة الخطية إيه ويوم تأكل منها موتا تموت عشان كده المسيح جه علشان يعمل إيه بقى علشان يحمل خطيان علشان اللي بيلها خطية يصير خطية لأجلنا علشان مصدر البر والطهارة والنقاوة يشيل خطايا العالم كله ويبقى عندنا فرصة من خلال اللي عمله نخش السام لأجل كده السيد المسيح له المجد في إنجيل يحنى يقول لا يقدر أحد أن يأتي إلى الآب إلا بيه لا يقدر أحد أن يأتي إلى الآب إلا إيه محدش هيعرف يقف قدام ربنا ويتبرر ويخش السماء غير لما يكون متمتع بدم المسيح ودي نقطة مهمة لا تصرفات ولا سلوك جيد يقدر يحمينا لأن مهما كنا لينا أخطاء ولينا ضعفات فالإصلاحة الثلاثة وخمسين يتكلم على كده ولأن الموضوع ده الحقيقة فوق العقل وفوق المنطق إنه الله يظهر في الجسد فكرة مش سهلة صحيح هو مهد لها بنبوات وصحيح الكلام ده ما كانش مفاجأة في تاريخ البشرية بس برضو الموضوع عقليا مش سهل عشان كده يبتدي أشعية في المزمور الثلاثة وخمسين يقول من صدق خبرنا ولمن استعلنت ذراع الرب من صدق خبرنا يعني كأنه بيقول هو اللي أنا هقوله ده عقليا ينفع نصدقه كتير من الناس كتير من الناس ما يصدقوش وشفنا بولس الرسول لما وقف قدام أغرباس الملك وكلموا عن المسيح وقيامة الأموات وشفنا تهكم عليه إزاي وقال له يعني بقليل تريد أن تقنعني بقليل يعني إيه يعني ده كلام فاضي هو ده كلام يخش العقل هو ده كلام ينفع نصدقه عشان كده المسيح يقول ما أخفيته عن الفهماء والحكماء أعلنته المين أطفال الأطفال اللي عندهم استعداد يصدقوا واللي بيدرسوا الكتب ويطبقوها ويشوفوا المعاني دي اتحققت ولا لأ هم دول اللي يصدقوا مش معنى كده طبعا أن أنا ألغي عقلي بالعكس هلك شعبي من عدم المعرفة لكن ما أقدرش أخضع الله لفكري شكرا تلاحظوا حضراتكم لما نقرى الإنجيل في الكنيسة لو فيه أب بطرك أو أب أسخف بيعملوا إيه يقلعوا العمة ليه يقلع العمة لأن لازم كلنا نقف تحت كلمة ربنا يقول لك كده understand تعبير الحرف يعني يقف تحت اللغة الإنجليزية يعني ترجمة عربي كده أندرسان شمعنا تقعد تحفظ وتفحص وتفهم وتذاكر وتنقض لا تقضع تقف تحت كلمة ربنا تقول له يا رب فهمني تقول له زي ما قال أساف كده صرت كبهي من عندك يعني صرت كبهي من عندك يعني يا رب أنا هفهم أفكارك إزاي هفهم طرقك إزاي أنت قلت كما علت السماء عن الأرض علت طرقي عن طرقكم وأفكاري عن إيه عشان كده أشعية بيبدأ النبوة بكلام يبان أنه غريب لكنه معبر من صدق خبرنا مين اللي هيصدق اللي أنا هقوله ده أنت أشعية عادت تقول نبوات عن الرجوع ونبوات عن بابل ونبوات وكل الكلام ده تحقق شمعنا جيت عند دي وبدأتها بالمقدمة دي لأنه هو ده هدف كل العمل ربنا إنه هيعمل اللي جاي ده ولأن النبوة اللي جاية دي مهمة وأساس الخلاص والفداء فلازم تركز تتواضع تصلي تقول له يا رب فهمني وفهمني كلامك عشان أقدر أحيا ولمان استعلنت زراع الرب طبعا يجي واحد يقول لك زراع الرب هو ربنا عندك وفوق بقى ليه زراعه يعني يا جماعة إشارة للتجسد زراع الرب بس عشان ما ندقش بعض يعني يعني تعبير للتجسد يقول لك شمر الرب عن سعدي يعني إشارة تعبير مجازي زراع الرب هنا إشارة للتجسد لعمل ربنا للي هيعمله ربنا يقول لك الله لم يره أحد قط وما لإيه اللي حصل الابن الوحيد الذي في حدن الآب هو إيه خبر هو ده التجسد زراع الرب يقول كده ولمان استعلنت زراع الرب مين شاف زراع ربنا مين شاف المسيح اللي تجسد مين اللي عاش في الوقت اللي كان فيه المسيح يجول يصنع خيرا ويكرز بالملكوت ويقول للناس يرجعوا وجاي عشان الفداء دي نقطة مهم وده اسمه لمن استعلنت زراع الرب تعالوا نشوف يقول إيه أشعية عن اللي حصل للمسيح المتجسد ابن الله منذ الأزل اللي جيه في وقته وتولد من إيه من عذراء معايا حضراتكم تعالوا نشوف يقول عنه إيه يقول نبت قدامه كفرخ كعرق من أرض يبس نبتة يعني عارفين النبتة فرخ يعني نبتة صغير نبتة قدامه كفرخ يعني إيه يعني السيد المسيح لما خد جسد ما خدش جسد وخلاه سوبرمان لكن خد جسد شبهنا في كل شيء معدل إيه والجسد بيجراله إيه في الحقيقة سنة سنة بيجبر يقول نبتة قدامه كإيه يبقى الإله اللي تجسد ده خد جسد والجسد ده بدأ سنة سنة إيه يجبر سنة سنة يقولك كده وكان ينمو في القامة والحكمة لدى الله وإيه وحش يقولك يقوله على يسوع المسيح كان ينمو في الحكمة والقامة مش هو ده ربنا مصدر الحكمة حبيبي يتكلم عن إنسانيته يتكلم على الولادة انت ملغبط ليه ما فيه نوعين من الولادة دعم المعروف فيه ولادة منذ الأزل وفيه ولادة إيه من 2017 سنة احنا بنتكلم هنا على من ناحية النسوتية أو من ناحية الجسد فهو نبتة قدامه كإيه يعني نبتة بدأت تكبر قدام ربنا بدأ الغلام يكبر وبدأ يخش الهيكل وبدأ يتكلم مع الكهنة ورساء الكهنة وكانوا يتعجبون لأنه كان يتكلم كمن له إيه سلطان كان مختلف مسيح من صغره كان مختلف يقول كده كعرق من أرض يابسة بعض الأباء يقولوا أرض يابسة ليه هكذا معنى أرض يابسة يعني أرض مفروض أنه ما كانش يطلع منها حد كويس أمنى الناصرة يخرق شيء صالح مش ده اللي قالوا كده ناس ناقيل وفي لوبوس تعالوا قالوا قالوا تعالى قالوا أمنى الناصرة يعني ويطلع حد من بيت لحم الناصرة حد عيدل يعني سامحون يعني يطلع حد من المكان ده كويس أهو خرج من أرض إيه يابسة بعض التأملات تقول برضو ولدته من العدرة هو الستة العدرة دي ينفع تخلف في عدرة بتخلف مفيش وبالتالي هي أرض يعني إنجاز نقول عليها ما تصلحش للزراع مش متجوز مش كده ولا إيه وبالتالي ممكن ده بمعنى المكان اللي خرج منه وكراستو كانت متركزة فيه أو بمعنى تاني أنه اتولد منين من الستة العدرة يقول لا صورة له ولا جمال فننظر إليه ولا منظر فنشتهي هنا بيتكلم على رؤساء الكهنة والكهنة والكتبة والفرسيين اللي خدوا منه موقف من الأول طبعا هنا مش بيتكلم على الخطاء سيد المسيح كان يجول يصنع خيرا وكان ممكن يقول لواحد زي لاوي اتبعني فيترك كل شيء وإيه ويتبعه المسيح كان أبرع جمالا من كل إيه بان البشر بس بالنسبة لليهود ورؤساء الكهنة وبعض الناس اللي عندها كبرياء وزاد كانوا عاملين إيه كانوا رفضينه سغربوا جدا حضراتكم لما نشوف أنه السيد المسيح لما جاء أقام لعازر ودي كانت معجزة هزت المنطقة كلها لدرجة أنه كتير من الناس بدأوا يقابنوا به وتفتكروا بقى أن تاني يوم جاء بعدها حد الزعف يعني سبت العازر وبعدين فكانوا عايزين يخلوه إيه ملك طب الكهنة ورؤساء الكهنة لما شافوا المعجزة دي عملوا إيه بصوا البعض كده وقالوا البعض الآتي انظروا أنتم لا تنفعون شيء هوز العالم كله قد ذهب إيه وراءه أنتوا بيزين أنتوا مش نافعين في حاجة ليه مش نافعين في حاجة الناس بدأت تصدقوا يا راجل يعمل معجزة تهز الدنيا ويقوم واحد بقاله أربعة أيام وكان قد أنتن وانت تقول العالم كله ميشي وراه ومال مين اللي يمشي وراه إذا كان مش يمشي وراه يسوع يمشي وراه مين يعني يمشي وراه كنته يمشي وراه الناس اللي عندها كبرياء وعندها ذات يمشي وراه الناس اللي بسبب تقلدهم أبطالوا كلام ربنا أبطالوا النموس أبطالوا الشريعة يمشي وراه مين يعني فبالنسبة لليهود ورأساء الكهنة لا منظر له أو جمال فإيه فنشتهي رغم أنه كان أبرع جمالا من كل بني البشر ورغم أنه كل اللي تعاملوا معاه عن قرب يعني وتلمسوا معاه حبوه مرأة سامرية اللي ابتدأت معاه بعنف في الآخر لما شافت أنه نبي وبعدين قالت أنه مسية أول حاجة عملتها إيه جريت على السامر قالت لهم تعالوا شوفوا فيه إنسان قال لي كل ما فعلت إيه ده دي جاذبية المسيح شوف ناس كانوا غير مسيحيين لما بيقربوا من المسيح وبيمسكوا فيه الحقيقة بيحبوه أكتر مننا لأن إحنا مش مركزين في جاذبيته إحنا ساعات بننشغل عنه بننشغل عن أعماله بننشغل عن شغله في حياتنا عشان كده في الحقيقة هم عارفين يحبوه بينما رؤساء الكهنة اللي كان عندهم كبرياء وذات لا منظر له أو جمال فإيه فنشتهي نكمل محتقر ومخزول من الناس ورجل أو جاع ومختبر الحزن بص تعبيرات بالل بتقل عنه ماله بقى محتقر ومخزول من الناس إيه اللي حصل يحتقروا لو تشوفوا حضراتكو عريضة الدعوة اللي كتبها رؤساء الكهنة عن السيد المسيح أعتقد دي موجودة في مزار الأمبرويس في الكاتدرائي اللي زار مزار الأمبرويس في الكاتدرائي لاقي العريضة دي كلام في منتهى الإهامة يعتبروه مجدف وأراد أنه يلغي نوميس الأمة وأراد أنه يشؤ الأمة وأراد 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 ده بيقولوا كده على مين على السيد المسيح على وضع الشريعة والنموس على إله الأليه ورب الإيه ورب الأرباب عشان كده الكتاب يقول عليه أنه محتقر ومخزول من الناس ما هو أصله للأسف ملعون كل من علق على خشب اللي بيتعلق على خشبة الصليب الحقيقة بيعتبروه إنسان ملعون وبيترمي في مكان معين مع الأشرار ويحرق ليهم تقص كده اليهود في التعامل مع القصة دي ودي نقطة مهمة الحقيقة لازم أنا وحضراتكم نفهم أنه الألم اللي شاله السيد المسيح له المجد لم يكن ألم جسدي فقط يعني اللي متخيل وإن كانت كان فيه ألم جسدي جسديا الجسد تألم والجسد تألم ونزف وكل حاجة ومات بالجسد ولكن في نفس الوقت كانت المشكلة الأكبر في إيه في الألم النفسي والألم اللي حصله نتيجة اللعنة والعار اللي شالها بسبب نظرة الناس لي وبسبب حمله للصليب ودي نقطة مهمة نهاردة الواحد فينا لو يتقال له كلمة وحس أنه تظلم يسور ويصطدم يقول لا أنا ما عملتش كده ويقعد يدافع عن نفسه المسيح ما عملتش كده المسيح يتقال عنه أنه محتقر ومخزول من الناس رجل أوجاع ومختبر الحزن والحقيقة تعبير مختبر الحزن تعبير مهم جدا لأنه تعبير الحزن تعبير مختبر الحزن خلى معلمنا بولس الرسول يقول تعبير مهم جدا يقول لأنه فيما هو قد تقلم مجربا يقدر أن يعين المجربين يعني ولأنه المسيح اختبر الحزن واختبر الظلم واختبر الحربة واختبر الجلد واختبر للسهزاء واختبر للطهض فقادر أنه يسند ولاده اللي بيمروا بالظروف دي ودي نقطة مهمة مفيش إيمان في الدنيا مفيش إيمان في الدنيا قال للناس أنه ربنا حاسس بيكم لدرجة أنه شال أمور صعب عليكم تشلوه إلا الإيمان المسيحي مفيش إيمان تاني قال كده عشان كده احنا كمسيحيين محظوظين ليه محظوظين لأن احنا عندنا سخف أنه فعلا ربنا بيحبنا بجد هو مختبر الحزن هو رجل أوجاع مستعبير يتقال عنه إيه كمان مختبر الحزن ورجل أوجاع ومخزول من الناس هو محتقر كل ده رب كل ده رب عملته آه كل ده عملته لي يا رب عشان حاجتين حاجة الأولى ليه أقول لكم قدي أنا بحبكم وحاسس بيكم وقدي أنتوا فرقين معايا معتقد بعد ما نقرأ النبوات دي هيبقى صعب أي حد فينا يقول له رب احنا متولين بالنا عليك يعني بعض الأشخاص ساعات يعمل كده مع ربنا تخيلوا بعض الأشخاص يقول له رب احنا يعني متبهدلين وسكتين بقى الناس نين بنطلب منك حاجات ويعني ما بتعملش حاجة والحقيقة احنا صبرين يعني مشاكل ما بتتحلش ناس بتظلمنا ظروف صعبة الحقيقة الكتاب المقدس يقول لنا أن المسيح كان رجل حزن مختبر أو جاع ومخزول ومحتقر لأجلنا عمل كده عشان يوصل الرسالة دي أنا بحبكم مستعد أتحمل أي شيء لأجلكم أخزا صورة عبد صائرا في شبه الناس أطاه حتى الموت موت الصليب بتعمل كده يا رب ليه عشان أنت أولادي وأنا بحبكم هو كده مفيش غير كده ودي نقطة تدينا رجاء وتدينا ثقف محبة أبونا السماوي وتدينا ثقف أنه أي أمور بتحصل على الأرض وإن كانت أمور تبان مش على هوانا لكن الكتاب المقدس يطمننا ويقول إلهنا اللي في إيديه كل الأمور وهو ضابط الكل يتقال عنه في كتاب المقدس ويقول لنا أن كل الأشياء تعمل معا إيه؟ هو عارف بيعمل إيه؟ هو عارف بيعمل إيه؟ هو عارف هو عارف ما تلقش هو حاسس بيك وعارف وفاهم وهيشتغل وبيشتغل بس أنت أصبر بلاش تفرك بلاش تستعجل لأن الكتاب يقول من يصبر إلى المنتهى فهذا إيه؟ يخلص اللي يطول باله ويخضع اللي ربنا بيعمله في حياته يقبله يقول الكتاب كده لأعمال صالح قد سبق الله فأعدها لكي نستك نحن أيضا فيه ده ربنا عامل خطة ربنا اللي من 2017 سنة أو أقلب شوية أو 2000 إلى شوية جيه وتقلم وكان مختبر ورجل أوجاع ومختبر حزن لأجلك عارف هو بيعمل إيه؟ وعارف أن اللي بيدبره في حياتك ده لخيرك حتى لو تواجعت وحتى لو تقلمت وإحنا اتفقنا المسيح يقول لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل مين؟ بل المرضى فإذا كنت مسدق أنك مريض وإذا كنت مسدق أنك في أيدين دكتور شاطر اختبر الحزن والألم والوجع والعار لأجلك خليك ساكت بقى وسيبه ويشتغل لأنه ساعات بنبقى تعبنين ومرضى ومش عايزين وإيه؟ يشتغل تخلوا معي واحد راح يعمل عملية وعمال يقول للدكتور بس بلاش القصة دي بس بلاش البنج ده بس بلاش المشرب ده دكتور هيقول له إيه؟ جايلي ليه بقى؟ لما أنت تعرف تعالج نفسك نكمل وكمسطر عنه وجوهنا محتقر فلم نعتد به فيه احتقار فيه احتقار لفكرة الصليب تلاقي بعض الناس غير المسيح يقول لك يعني إيه ربنا يتصلي يا حبيبي الصليب ده علامة حب يعني إيه ربنا ملك الملوك يشيل الصليب ويتف عليه ويشيل الشوك على دماغه والحربة في جنبه يا حبيبي ده تعبير غلاوة وزي ما قلت لحضراتكم كنيسة بتعلمنا كده في لحن منوجنيس بنقول له قدوس الله الذي أظهر بالضعف ما هو إيه؟ أعظم من القوة القوة يا رب إنك تفنينا وتجيب ناس عدلين يعبدوك وتجيب طبايع تانية مختلف لكن أنت ما عملتش كده أنت لأنك بتحبنا عملت الشيء الأصعب وهو أنك تيجي وتاخد جسد إنسانيتنا مع عدل خطية وتحمل ألمنا عشان تبعت الرسالة دي ولكن إحنا رب مسطر عنه وجوهنا محتقر فلم نعتد به سبحان الله يعني الواحد يستغرب حد الزعف يقوله وصلنا في الأعالي مبارك لقاتي إيه؟ ويوم الجمعة العظيمة يقوله إيه؟ أسلوبه أسلوبه دمه علينا وعلى إيه؟ إيه النقلة دي؟ مسطر عنه وجوهنا فلم نعتد به يعني خلص مش فرق ما طلعش ده الملك اللي ماشي على خطتنا فإحنا مش مركزين معاه وعلى المستوى الروحي خلي بالكو ده بيبعت رسالة حقيقة لأنه ساعة أنا وحضراتكم بنبقى عايزين ربنا اللي في دماغنا اللي يتصرف بدماغنا واللي يدبر حياتنا بدماغنا ده لدرجة ساعتنا تجرق ونخطط له حلول نيجي ربنا في صلواتنا نخطط له إيه؟ وقوله بس يا رب في مشكلة عايزة أخذ رأيك فيها بس على فكرة أنت لو خليت فلان ده لايين تقلبه الحياة الدنيا تمشي طبعا أنت لما عارف الحل كده جيله ليه بقى حضرتك لما أنت بتعرض عليه مشكلة وبتقوله بس أنت لايين قلب مين؟ لما حضرتك شطر كده وممتاز جيله ليه؟ غالبية اليهود اللي رفضوا يسوع ورفضوا اعتباره ابن المبارك ابن الله المتجسد المسيح لأن كان في دماغهم فيه تصور تصور وإحنا ساعات بنعمل كده لما قامت الثورة الشيوعية اللي كانت في الاتحاد السوفيتي كان شعارهم كده أبانة لازي في السماوات لتكن في سماك خليك في السماء وسبنا احنا نتصرف وكان شعارهم كده لأن هم كانوا متخيلين أن كان مفروض ربنا يبعت لهم أكل وشرب فلأنهم ما تظلموا من القيسرة يبقى دانا تكتوق خليك أنت في حالك وإحنا إيه؟ وإحنا نتصرف فقالحده وتركه ربنا وكتير مننا ممكن يسيب ربنا لأنه بيشوف حاجات بتحصل مش على مزاجه مش في تخطيطه اوعوا نعمل زي الناس دي خلونا نقبل كل الأمور من إيدين ربنا وخلونا نصلي أنه ربنا يعننا ويوضح لنا ويخطط حياتنا بالطريقة اللي تنسبه واللي شايفها صح لنا وقولونه بس يا رب من فضلك قوينا وسندنا إحنا رب مش نسيبك لأنه إلى من يا رب نذهب وكلام الحياة الأبدية إيه؟ يعني هنروح لمين يا رب؟ هنروح لمين؟ وإحنا يعني لقينا حد عدل في الدنيا كنا رحنا له ما إحنا أي حد من رح له يعايز مصلحة يعايز هدف يا من ولا القصة دي شيء لكن إنت يا رب اللي بتحبنا ومختبر أحزان ومختبر وجع وبتعمل كل ده ولكن الشعب وكتير من رؤساء الكهنة في الوقت ده خبوا وجههم عن المسيح بعد ما كانوا أرادوا أن يختطفوا ويجعلوا ملكا قالوا أسلوبوا أسلوبوا داموا علينا وعلى إيه؟ وعلى أولاد ولكن شوف رغم كل اللي حصل ده رغم كل قساوة القلب دي ورغم كل الرفض ورغم كل الإصرار على إنه إحنا عايزين المسيح اللي على مزاجنا اللي هيركب حصان يقود جيء شعب إسرائيل وينصرهم عن رومان لكن ربنا ليه خطة تانية رغم العند ورغم الجحود ورغم القسوة الله ملتزم بخطته ودي نقطة طمنا إنه خلونا نرجع لربنا في أي وقت هو هيرجع لين بس الكتاب يقول مفتدين الوقت لأن الأيام شرير ولكن أحزاننا حملها وأوجعنا تحملها ونحن حسبناه مصابا مضروبا من الله ومذلولا عمل إيه بقى ربنا قدام بواختنا وقدام قسوتنا وقدام إصرارنا على إنه يعمل اللي إحنا عايزينه ومش اللي هو عايزوه الحقيقة عمل كل ما هو خير أحزاننا حملها وأوجعنا تحملها ونحن حسبناه حسبناه مصابا مضروبا من الله ومذلولا لوقت اليهود يقولوا اللي حصل في يسوع ده عقوبة من مين من ربنا لأنه من يدعي أنه نبي أو من يدعي أنه ابن الله لابد أن يقتل قتلا يقتل كلام ده بيتقال في سفر التسنية وإحنا قتلناه عشان نخلص منه إيه ده تفكير البشر وتفكير ربنا ودي نقطة بتبعث لنا رسالة أنه إوعا نتأثر بتفكير البشر ده البشر كانوا في دنيا وربنا عمل إيه قصة تانية خالص هو تخيل أنه خلص من يسوع النصري وتخلص من اللي عمله واللي قاله من التعليم ومن الأفكار بتاعته لكن الحقيقة كلام ده ما حصلش اللي عمله المسيح أنه أحزاننا حملها وأوجعنا تحملها إحنا صحيح حسبناه ساعتها يعني أنه متعاقب من ربنا وأن العقوبة دي استحقاه ولكن يقول الكتاب كده وهو آية خمسة بقى مجروح لأجل معاصينا مصحوق لأجل آثامنا تأديب سلامنا عليه وبحبره شفينا الحبر اللي هو مكان الجراحات اللي هو مكان الجراحات اللي هي النوتشيز دي اللي هي فتحات الجراحات يعني ولكن أحزاننا حملها وأوجعنا تحملها ونحن حسبناه وهو مجروح لأجل معاصينا مصحوق لأجل آثامنا تأديبه سلاما عليه وبحبره شفينا ربنا جاي عشان قصة تانية خالص ربنا فاهم أن الألم الحقيقي والموت الحقيقي والوجع النفسي الحقيقي والجوع الحقيقي وعدم الشبع الحقيقي ييجي منين ييجي من الخطيئة ونتيجها وإحنا مش تقطين ده إحنا مش تقطين ده إحنا متخيلين أن الخطيئة مش بالسوق ده رغم أنه الكتاب المقدس كان واضح أن الخطيئة خاطئة جدا بسوا التعبير ده الخطيئة إيه يعني اوعى تكون فاكر أنه لها عزر أنا قلت لحضراتكم ده وبأكد عليه ساعات أنا وحضراتكم ندي عزر يعني ندي عزر أصل الظروف يا بونا أصل أنا مضغوط يا بونا أصل هو الوحيد اللي بيحس بي يا بونا أصل هو الوحيد اللي بتهتم بي يا بونا حبيبي الخطيئة خاطئة جدا أساس فقدان سلامنا أساس عقوبتنا الأرضية وأساس عقوبتنا السماوية هي الخطيئة وتلاحظوا حضراتكم آدم وحوا في الجنة كانوا عايشين ملوك حقيقة وكانوا يعني كل حاجة تحت سلطانهم ما سمعناش في الجنة مثلا عن حيوان مفترس ما كانش في الجنة في حاجة اسمها إيه حيوان مفترس ما سمعناش عن خناءة بن آدم وحوا في الجنة ما جابوا الناس سيرت إنه مسكوا في خناءة بعض ما حدش قال كده صح حد قال وطبع لو ده كان حصل كان هيتقال يعني لكن الحقيقة بسبب إنه ما كانش فيه خطيئة اتعملت كان الناس عايشة في سلام وفرح كانت عايشة في سلام وفرح لدرجة إنه تمرد الأرض وتمرد الخليقة وتمرد الكوكب اللي إحنا عايشين فيه علينا من زلازل وبركين بعض الناس بتقول ده بسبب الخطيئة والشر يعني الأرض مضطربة يعني مش محتملة إنها تشيل كل الخطايا دي إيه ده دي أخطاء وخطايا شر هنا بقى ربنا بيقول لنا يا جماعة أنتوا بتفكروا في حاجة وأنا بفكر في حاجتين أنتوا بتفكروا في إنه مين اللي أكلنا ومين اللي شربنا وعشان كده لما قاعد مع المرأة السامرية وقال لها أنت مش تجوزتي خمسة والسادس مش جوزك إيه رأيك بقى من يشرب من هذا الماء إيه يعتش أنت مش قاعدة تدوري على حد يحبك قاديك اتجوزتي خمسة والسادس دلوقتي اللي عايشة معا مش جوزك مفروض بقى منطق الدنيا إيه تبقى مستمتعة ومبسوطة ولقى أي حد بيحتويك وبيحبك وبياخدك في حضنه ما لقتيش كده في الحقيقة ليه لأن المشكلة مش في الاحتياجات دي مشكلة في الخطيئة والشر اللي خلى حتى احتياجات الإنسان الطبعية تنحرف وتمشي في اتجاه غلط إحنا بنفكر في وادي وربنا بيفكر في وادي بصوا أحد الأباء القدسين يقول قول أنا عارف أنه ممكن يزعلنا بس أنا هقوله ورزقي على الله إيه القول ده يقولك ربنا ما يشغلوش قوي أكلنا وشربنا يعني آه يعني هو بيهتم ديته زاد يعني لكن يشغلوا قوي خلاص نفسنا تاني اللهم يشغلوا ما يشغلوش قوي أكلنا وشربنا هو بيهتم بينا طبعا عشان كده قال لنا التعبير المشهور اطلبوا أولا إيه ملكوت الله وبر اطلبوا أولا ملكوت الله وبر لو الله هدفه أنه يدينا الأرض كان على قال لي لما جئ على الأرض بالجسد كان سايس رؤساء الكهنة والكهن لو كان ناوي يدينا الأرض يعني كان عمل ملكة على الأرض لكن كلامه كان واضح لما وقف قدام بيلاطس وقال له مملكة إيه ليست من أنا مالك فعلا وأنا جاي أملك وجاي حل مشكلة صعبة جدا اسمها الخطيئة أنت مسدق هتوافق وهتمشي وراء السكة دي هتركز في الدنيا والأكل والشرب وعايز اللي يجعلك تملك على الأرض ابقى دور وابقى بني لأن الحقيقة ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله إيه وخسن نفسه وهو مجروح لأجل معصينا مصحوق لأجل أثامنا شوفوا الحالة شوفوا نتيجة الخطيئة جرح وانسحاق جرح وانسحاق وده اللي حصل كلنا لما بنشوف فيلم ألم المسيح بنتأثر بسبب الألم اللي حصل للمسيح بس دي نتيجة الخطيئة اوعى تتخيل حبيبي أن تمن الخطيئة أنك تروح لأب باعترافك يحط الصليب على دماغك لما تعترف لا تمن الخطيئة اللي حصل للمسيح على الصليب لكن لإن إحنا ما نقدرش نشيل القصة دي فالمسيح عمل إيه؟ شال القصة دي وجرح وصحق مجروح لأجل معصينا مصحوق لأجل أثامنا ربنا عايزنا نكره الخطيئة لأنه من العهد الأديم يقول أنها طرحت كثيرين جرحة وكل قتلها إيه؟ أقوياء اعرف أنها مش سهلة واعرف أننا جاي عشان أنقذك من الخطيئة كلنا كغنم ضلالنا ملنا كل واحد إلى طريقه والرب وضع عليه إثم جميعنا دي الحالة اللي كانت أيام المسيح لما كان على الأرض بالجسد واللي ممكن تبقى موجودة دلوقتي كلنا كغنم إيه؟ ملنا كل واحد إلى إيه؟ كل واحد دماغه مريحاه كل واحد شغال بدماغه مش كده؟ حتى فيه مثل مشهور يقولك ربنا لما جيه وزع الارزاء محدش عجبه رزقه ولما جيه وزع المخاخ محدش عجبه غير مخه مش كده؟ يعني بالبلد كده كل واحد فينا مخه إيه؟ مريحه حتى في تعاملاتنا مع الله حتى في تعاملاتنا مع الله ومعروف إن المركب اللي ليها ريسين إيه؟ تغرأ ما هو يتمشي بدماغك وتتحمل يتغضع لفكرة ربنا وتتبارك وتمشي معاه لكن فكرة أنا عايز ربنا يعمل لأنا عايزه أنا عايز ربنا يتصرف بالطريقة لأنا عايزها أنا عايز ربنا يحليق أنا عارف إن كلنا بنتوجع وربنا حاسس بينا بس اغضع لربنا وهو هيحركك صح؟ كلنا كغنم ضلالنا ملنا كل واحد إلى إيه؟ طريقه والرب الآب وضع عليه الإبن إثم جميعا ماشي؟ والرب الآب وضع عليه الإبن المتجسد إثم جميعا إثم يعني خطايا عشان كده لما جي المسيح وقرب من يوحنى المعمدان شاور عليه وقال عليه إيه؟ وزع حمل الله الذي يحمل خطايا العالم إيه؟ كله هو ده هو ده الحمل هو ده الخروف الصغير اللي في العهد الأديم كان بيتدبح في الضربة العشرة ضربة الأبكار واللي اتاخد دمه وتحط على القائمة القائمين والعتبة عشان لما الملاك المهلك يعد ويلقى البيت ده دبح الخروف يقول فقرى الدم وإيه؟ واعبر عنكم قدي إحنا محظوظين كمسيحيين؟ إن بدون تعب وبدون ألم الله قال لنا إنه بيحبنا والله قال لنا إنه دفع فينا تمن غالي والتمن ده هو تمن دمه على عوض الصليب عشان كده إحنا دلوقتي في الأيام دي مش محتاجين نتبع خرفان مش محتاجين نتبع تيوس مش محتاجين كل الكلام لأن الكلام ده في العهد الأديم كان رمز المين؟ للدم اللي هيصفك على الصليب عشان كده ملنا كل واحد إلى طريقه والرب وضع عليه اسم جميعنا ظلمة ظلمة أما هو فتزلل ولم يفتح فاه ربنا يتزلل آه مهو العالي يعرف يتواضع لكن هيعلى يروح فين؟ تاني لو واحد عالي ما يعرفش يعلق هو جاب الآخر يعني جاب السقف لكن ممكن يعمل إيه؟ يتواضع أما هو فتزلل ظلمة أما هو فتزلل ولم يفتح فاه أما يعني قال له كده بلاطس أما تجيب بشيء مش عايز ترد على المشتكين مش عايز تقول لا أنت ما عملتش كده يا سيدي أنا عارف إنك بار ومراتي شافت رؤية بتقول إنك بار ليه ساكت ليه ساكت ليه مش عايز تتكلم كشاه تساق إلى الزبح وكنعجة صامتة أمام جازيها فلم يفتح فاه هو كان عنده هدف الحقيقة وعشان يعمل الهدف ده كان لازم يعدي على المعصارة معصارة العينة بيقول جسد المعصارة وحدي يعني يعني ما كانش حد يعرف يعمل لنا بعمله ده وتلاحظوا حضراتكم في زبايح العهد القديم كتير من الزبايح تاخد بعد الاتنين يعني في تطهير في زبيحة تطهير الأبرس مثلا اللي عنده مرض البرس ده مرض جلدي وكان ربنا ساعات يصيب الناس بالبرس لما يقعوا في أخطاء فعشان يفهمهم عقوبة القطية يجيب لهم المرض ده يجيب لهم مرض جلدي معدي فيتردوهم بره المحلة يتردوهم بره شعب إسرائيل يقعد بره كده يرمولوا الأكل والشرب بره لأنه مرضه معدي لو الإنسان تاب ورجع فإيه اللي بيحصل اللي بيحصل إنه في الحقيقة يروح للكاهن ويقدم توبة ويجيبوا عصفورتين أو حمامتين يتباحوا واحدة وياخدوا من دمها يرشوا على الأبرس اللي خف ويطياروا التانية ودي إشارة للمسيح اللي مات وقام من الأموات ما أنت مش تعرف ديه بعصفورة تتباحها وتقومها ديه بمنطق العصفير والحمام لا يمكن عشان كده برضو البقرة الحمرة وعزازيل وقز يجيب لك واحد يتباحه والتاني إيه يطلقه عشان إيامة موت وإيه وإيامة يتدبح وبعدين اللي يعرف يعمل ديه لوحده مين المسيح هو كان عنده هدف هو جاي عشان يموت جاي عشان يذبح لأجل العالم كله هكذا أحب الله العالم حتى إيه بزل ابنه الوحيد يقول كده فتزلل ولم يفتح فاه كشات تساق إلى الزبح وكنعجة صامتة أمام جزيها فلم يفتح فاه وهنا في الحقيقة قدام العمل المسيح وقدام محبته وقدام خطته بيعجز كل إنسان عن فهم خطة ربنا وتصوراته زي ما قلت لحضراتكم كل واحد مال لطريقه وكل واحد خطط للموقف ده بطريقه لدرجة حتى التلاميذ بعد موت المسيح كل واحد قرر إنه يبقى له طريقه اللي كان بيشتغل صداد سمك راح يصداد سمك وتلميزاء عمواس قرروا يروحوا لمدينة عمواس كل واحد دور على إيه على طريقه لكن ربنا ليه طريق مختلف والشاطر اللي يخضع لطريق ربنا الشاطر اللي يفهم ربنا عمل كده ليه وإيه خطورة الخطيئة وبتوصلنا لإيه والشاطر اللي يفهم قدير ربنا حبنا واهتم بينا واهتم بخلاص نفسنا وإنه الحقيقة يقول الكتاب لأنكم قد اشتريتم بثمن ويكمل تعبير بقى مهم فلا تصيروا عبيدا للناس اوعى ترجع تاني اوعى ترجع تاني تعيش زي ما الناس عايش ومن هنا ييجي اختلاف الإنسان المسيحي ليه الإنسان المسيحي مختلف مش لإنه أحسن من حد ومش لإنه أفضل من حد لإنه فيهم حقيقة مهمة إنه الفرح الحقيقي والسلام الحقيقي ييجي من نصر على الخطيئة مش من العالم والأكل والشرب ما احنا مجربين وشايفين لعارفين نشبع ولعارفين نفرح لكن الفرح اللي بجد ييجي من التمتع بالعمل والمسيح عشان كده يقول لنا معلمنا بوليس الرسول وأما نحن فلنا ايه فكر المسيح لا انت مختلف انت عارف إن المسيح مات عشانك وعارف مش معلومة اتقالت من 2017 سنة ده قالها أشعية قبليها ب700 سنة كمان يعني بنتكلم في حوالي 2000 وحوالي مثلا مكلف اقتربنا من 2800 سنة حقائق كلها حصلت وجات نبوات عنها واتحقت في شخص المسيح لكن التدريب بتاعنا انه أنتم لستم من هذا العالم انت مختلف لو انت مسدق افهم بقى ما تبقاش عامل زي الناس اللي كل واحد مشي في طريقه وكل واحد فكر بدماغه والحيالة ما تبص على العالم دلوقتي تكتشفه كده مولد مش كده كل واحد ليه فكره كل واحد ليه إيمانه كل واحد ليه عقدته كل واحد ليه مبادئه وكل واحد ليه قلة مبادئه يعني القصة بقت ايه بقت مفتوحة خالص الحقيقة عشان ما انتهش كلام ربنا واضح ونبواته واضحة وهو بيقول كده تعالوا إلي جميع المتعبين والثقيل الأحمال وانا ايه ليه يريحنا لانه اللي حبنا ومات عشان ومشي في طريق الصليب وطريق الفداء وهو لم يفتح فاه وتزلل وهو كله القدرة هو بيحبنا وعايزنا نبقى أولاده وعايزنا نعيش معاه بس لازم نفهم ان احنا مختلفين لازم نفهم خطورة الخطيئة ونرفضها لازم نمشي تبع فكر ربنا لانه هو عارف كويس قوي بيعمل ايه ومطلوب مننا نسمع لخطته ونخضع عليها ربنا يديني وديكو نعمة ان احنا نشكره أولا على اللي عمله واللي بيعمله ونخضع لفكره ونخضع لتعليم ونخضع لوصاياه عشان نقدر نسير معه في موكب نصرته المسيح اللي مات وقام نقول نتقلم معه اللي كي ايه نتمجد معه عمل كل ده عشان انا وحضراتكم ننتصر ونمشي في سكة الملكوت ربنا يديني وديكو نعمة ان احنا نستفيد من الكلام ده هناخد بس آية كده مشهورة جدا مجروح لأجل معصينا مصحوق لأجل ايه آثامنا مجروح لأجل مصحوق لأجل مقصود بها حكتين قدي ربنا بيحبنا وقدي الخطيئة بي بيخة قدي الخطيئة قاتلة قدي الخطيئة تمنها غالي والمسيح له المجل شال تمنها ربنا يديني وديكو نعمة ان احنا نتمتع بخلاص والله المجل دائما ابديا امين